على الرغم من انتهاء تظاهرات ثورة تشرين التي انطلقت في 2019 واستمرت لأكثر من عام إلا أن معاناة ذوي الضحايا لا تزال مستمرة في ظل الإهمال الحكومي ومحاولات التستر على الجنات أصغر الضحايا كان رضيعا لم يكمل بعد شهره الثاني عندما أصابت قنابل الغاز المسيل الدموع بيت أسرته في شارع بغداد بمدينة البصرة قبل سنتين فأصيب الرضيع كاظم كرار كاظم التميمي بالاختناق ولم تتحمل رئتاه الأمر فأسلم روحه لخالقه بعد أسابيع قليلة لتبدأ رحلة معاناة أخرى لعائلته قدمنا دعوة نطالب بها بحقوقنا بحقوق هذا الطفل اللي إحنا ما أصور طالبنا شيء احتباطي هذا حقنا حق طفل يتعرض إلى هذه الحالة من قبل القوات الأمنية تواصلت معاناة العائلة الثكلة في ساحات المحاكم التي لم تنصف رضيعا قتلته يد القوات الأمنية التي كان ينبغي لها أن تحميه وعلى الرغم من تقديم كل التقارير والأدلة التي تثبت إصابته بدخان قنابل الغاز التي أطلقتها تلك القوات إلا أن القاضية عدى مقتل الطفل قضاء وقدرا ومن ثم أغلقت القضية يعني القضاء عدمت عدة الإنسانية ما أعرف يعني أنا والله العظيم عقلي رح يوقف يعني أنا قضاء قدم لك مقاطع واضحة قدم لك تقارير قدم لك شهود ساعة تبدل الجهود لمعرفة الجنات ساعة أن الحادث عبارة عن قضاء وقدر يعني شون قضاء وقدر أنا لدفع بشون قضاء وقدر غير أن العائلة المكلومة لم تيأس أو تفقد الأمل في الوصول إلى الحق ليكون الشهيد الرضيع إيقونة لشهداء تشرين ورمزا لحلم العراقيين بمستقبل أفضل ذلك الحلم الذي تغتاله الميليشيات ويتواطأ على قتله الفاسدون ترجمة نانسي قنقر